لو برامزكسب خلاني نتكلف لو برامزكسب هل يبقى لأمور صعبة على الاخير ولا عنده فرصة عنده فرصة طبعا الاهلي دايما عنده فرصة الاخير دي أليا دي مستناديه لاهلي بما فيش يأس بصراح لاهلي مافيش يأس بصراح الإغلاع ماتش الاخر دي الأخر كل حاجة أنت ماتش الاخر دي الاخري بالتكения شخصية الاهلي كدة شخصية الاهلي التوفيل بص انبي بص شيخced petite النادي الاهلي منزومة لازم تدرس النادي الأهلي بالكابتن محمود الخطيب بالكابتن محمود ظاهر بمين اللي جاي أصلاً تاني يوم هي مؤسسة دايرة النادي الأهلي في ميزة مش موجودة في أي نادي في مصر دايماً اللي بييجي رئيس النادي بعد اللي كان قبله بيكمل استحالي هد عكس الانديها كلها رئيس النادي ده بييجي على الرئيس اللي قبله بتلاقي مخالفات وتلاقي وقف قد وعايز يعمل سيستم جديد فبيتالي بيدفع الدرايب اللي قبله ويجي يعمل سيستم جديد لغاية ما يجي يمشي ما يلحقش يعمل حاجة حتى النادي اللي بيقوا معاه فلوس ما بيعملش كوادر ما بيعملش استثمارات للنادي يدخل له فلوس هو بيماشي بسياسة الراجل الأوحد أنا موجود النادي زي الفل أنا مشيت أنا مليش دعوه بقى خلاص أنا عملت اللي عليك لا أنت ما عملتش اللي عليك أنت لازم تبص النادي الأهلي وتتعلم بص النادي الأهلي بيدار ازاي فدايماً بيشوف النادي الأهلي أن أي رئيس النادي بيجي بعد اللي قبله بيكمل اللي حصل ما يهدش قبل عشان كده دايماً أنا فيه ناس بتقول أن اللي فيه مسندات من التحكيم وفيه مسندات من الإعلام أنا معاك أنه فيه مسندات كبيرة جداً من التحكمية وإعلامية لكن المسندة اللي محدش قدرة تدخل فيها إيه مسندة ربنا نطبقها وشخصية اللعيبة قبل ما نخش في شخصية اللعيبة أطبق لك كلامي ده بالواقع النهار ده جون أبو تريك لما يجي في الصفاكس في آخر دقيقة بالشمال نواية داتة دابير مين نواية حكام لا دولة بتساند أهلي يجي ما عند ربنا جون أفشل للسيناريو وقتهاد هو وقتهاد في الأول آخر بس مهربنا بيديك المكافأة بيديك عشان إيه بقى المكافأة ليه عشان بقى تكتهد بتكتهد بتلتزم في عدل برافع عليك في نظام في حب في لما في شخصية البطل اللي مش موجودة في أي حد دي حقيقة أنت ممكن تكون كنت موجود في الجلدة وأنتم مسافرين لا إحنا هنكسب مع أن كل الناس قالت إحنا خلاص خلاص البطولة راح سيناريو الكرن اللي إحنا قد نتكلم عليه زمالك وأهلي أنا شايف أن الزمالك كان أحسن من من الأهلي كتير جدا كفرقة كفرقة أو اسمي العبقات ومهاريا وفنية ندخل الملعب الزمالك يكسب أهلا في عزمة الدنيا مضلمة كرة طاقة على أفشة يروح شايتها بقى خلاص بيستغل الفرصة بس زي ما بقولك كده في عزمة الأهلي وحش بتلاقي ربنا كربي بتلاقي حاجة جاية من السماء كده للناد الأهلي ليه؟ عشان في عدل عشان في نظام عشان حتى لو في خلافات جوه بس بتفضل جوه فأنا ده اللي بيعجبني في الناد الأهلي أنا نفس الناد الأهلي الناس كتير يعني حتى لو أنا خسرت النهاردة بطولة بتديني قوة اللي جاي فيه فيه كلمة دي دايما كنت أقولها لمعاني الشعب كنت دايما أقوله يا ويل اللي لعب الناد الأهلي بعد ماتش خسارها ده حقيق انسى بتلاقي العيبة أصلا عينها بتطلع نار من أول دي صح والله والله العظيم حتى مبرات الوداد اللي الأهلي خسرها في الوداد اللي هي خسر البطولة فاكر حالة الحزن والانكسار وكان قابليها حتى معرفش في طولة سنة كام لما الأهلي خرج من البطولة من أمام سان داونس اه من ساعتها كنت حسد مشكلة ولعب عاياته في الملعب تلاقي السلاية راح يشد احنا معندراش حد بعياته تلاقي مش عارفة مين بيتكلم مفيش استسلاية والنار ده 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 كيس مختلفة شوية لأ انت تكلم بقى في حالة المكسب كمان احنا عندنا في فرق او احنا عموما كبشر يعني انا ما بقولك الصراحة بناخد وقت طويل او في الاحتفالات لكن الناد الأهلي ما بيجننه الواحد والله براهيمة تتفرج على المطش كده تلاقيهم لستخدام بطولة يقولك النهاردة نفرح وبكرة ان شاء الله عندنا تمرين عشان البطولة مش عشان حاجة خد بالك يا دي شخصية الأهلي مش عشان بس الناس بتفتكر ان الموضوع ده شو إعلامي او شو جماهيري او كلام بس بيتقال لأ الكلام ده والله من ويحنا صغيرين هو كان بيتنمي لك يعني عارف لما انت بتجيب تفل كده صغير فبتأكله بالمعلقة واحدة واحدة بتعلمه هو ده النادي الأهلي هو ده كده يعني مش الموضوع إعلام بس شالناس موسورة ان النادي الأهلي بس معموله حتة إعلامية لا خالص بمساندة لا أنا معاك ان ده بيحصل ومش موضوعنا بس بيحصل ليه برضو ما أنا النهاردة راجل عايز أكسب وعايز النهاردة عايز أنجح ما أنا راح للكسبان دايما ما هي بالعاق فلازم الآن ديها كلها كتلمع إعلامي ما عشانك تكسب أنا بتكلمك بقى أنا بتكلمك عن حتة الشخصية ان دي من الصغر مثل ما بيتقال تتورصها انت ورصناها زي ما بيتقال تعلمناها انت من صغرك متعود على كده تعلمناها انت حتى كمان اللي بيجي لك من بره تحس يعني فيه حاجة غريبة برضو بيخاف بيخاف ياريت بيخاف تحس إن هو يعني أنا أنا أفتكر عب حميد حسن من الناس اللي أنا بحبها جدا ميدو ميدو الوقت لما بتلاعي تكلم تحس إن هو منشئ النادي الأهلي يعني اللي هو عد عمر هو بتلاعي بسنة أو اتنين لكن شخصية جميلة وشخصية محترمة ودخل المكان تحس وهو بتكلم لا دا متربي في النادي الآن أنا نشوفها في النادي الزمالك نفسي أشوفها في النادي المصري